ها ونا اخر جزئية كنا وقفنا عندها ونا أشرف جوز نقطة اللي بعد كده كان طالب مني العنوان او الفكرة الرئيسية الفكرة الرئيسية طبعا في القطعة هاخدها من اول سطر عندي اللي بتكلم عن الفكرة الرئيسية في القطعة داية اللي هي النقطة اللي بعد كده بيقول لي كلمة زر اللي داحتها خطة دي بتشير الى ايه اقول له طبعا هنا هو كان لسه ايه اللي عليها من شوية بيروح هناك مرة هناك فين اللي هي او زا سكول اخر نقطة ياسامي بيقول لي what do you think what do you think هنا حلوين بترجمها بمعنى ما رأيك what do you think معنىها ما رأيك عباوت what أشرف رأيك ايه في اللي أشرف بيعمله بعد الريدنج I think it's a useful thing كلام جميل جدا جدا يبا I think it's useful I think it's helpful I think it's good اي صفة ايجابية خاصة ان اقول يوسفل او helpful تمام يا شباب لكن محدش يقول لي هو mix notes بعد الريدنج لا انا ما بقولكش هو بيعمل ايه بعد الريدنج انا بقولك ايه رأيك في اللي بيعمله بعد الريدنج اللي هي I think it is ان الحاجة ده هي is useful او helpful تمام لا بالنسبة لي القطع بروح بعد كده لجمل الاختياري طول why is Camel why is Camel his food stall at this place طبعا انا محتاج الفعل parking اللي هو يركن عربيته هنا number two we are very we are very to our parents who helped us a lot طبعا احنا grateful بنشكر بابا وماما طبعا number three our TV is broken تلفزيوننا عطلان مكسور can you eat ممكن repair احمد is a fantastic he prepares the meals in a big restaurant ما عنديش هنا غير كلمة cook طيب لو كان مديني نفس الجملة ومعاهم شيف يا حلوين مع cook يا سير بدأ cook ولا معاها معاهم لا cook برضه كنت قلت شيف ليه يا سامي ليه يا سير اهي عشان big restaurant اه دي بيشتغل في restaurant بسميه chef number five calligraphers الخططين are the people who are good at من الاسم هو بالشبه بالشبه تمام calligraphy لوفن الخط number six the people can communicate with طبعا صحيح تركزنا على حتة communicate الاول ديت قلنا يجيلي بعدها with لو انا بتكلم عن اشخاص يبقى communicate with اشخاص تانين انما لو جايلي بعدها لغة وليكن english او arabic او sign language قلنا اسمها communicate in تمام يبقى بيتواصلوا مع الاخرين باستخدام sign language اللي هي نفس المعنى لو قلت بيتو communicate in sign language number seven ايو جايلي اريست قلنا ما اريست هستخدم have have وكان ممكن اقول تيك لو كانت موجودة بس ما ينفعش الاتنين ييجو مع بعض سامح is hard worker شغال جدي شغل he works hard they the school this week i hope it will be beautiful i hope it will be beautiful they are painting they are painting they are painting the cat is sitting in the sun lazily correct number one ايو جاي ايو جاي بسي باقوله have have the police officer visit as cool today visited 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 لحد الوقت ما سمعتش اللي جابه الصح is visiting is visiting is visiting is visiting طيب مش معنا مش visited الناس الناس اللي قاله وسير visited visited تمشي كgrammar هتمش كgrammar هتمش انما في الجزء ده لا في الجزء ده هقولك غلط طبعا اخدنا معلومات كتيرة قبل كده وكان ممكن استخدم مع كلمة today اقدر استخدم مع البص الماضي البسيط صح يا حلوين انتو الانجليش ولد كلام ده وهاخدينه في الولد قبل كده وانا طبعا اقدر استخدم مع today ماضي ولكن انت عندك اساسي الجملة ده هيت ووقيت هالي من الورك بوك في جزئية كان بيقررني فيها ما بين حاجة متعودة اعملها وموقف طارق اليوم وموقف طارق تمام مثل المطارق موقف طارق دلوقتي بقى بستخدم هنا الانجي ثق احسر 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 يجبغى طارق احسر احسر المطارق three منال كاليغرافي everyday every day خلاص يبقى الوستاذ is we should be with other people عشان احسر technically adjectives يبقى friendly we should be أروح بعد كده طبعا كان عندي خمس جمال بتوعى ظهرهم if people can by using sign language والناسمها what is Selma for her father what is Selma what is what is what is I-N-G be careful the knife is knife sharp what is Selma walks to school slowly slowly what is the room with her sister share what does youssef eat master تمام الأزهر بارك وفيزيت حاجة كويسة جدا لو جاتلي في امتحان اروح بعد كده طبعا بديني exercise هنا على طريقة حل المحادثات كمساعدة بعدها بلاي اكتوبر exam او اكتوبر test اختبار شهر اكتوبر اللي قدام حضراتكم ده اللي المفروض ايكون معانا طبعا في التدريبات تمام؟ ان شاء الله نكمل الجزء ده الحصص اللي جاية ولكن هنروح دلوقتي ناخد فكرة عن منهجنا في التيم اوب جاهزين؟ جدا اوكي اروح لجزئية مذكرة بتاعتنا اروح على النوفل هنبدأ بنوفل اه هنبدأ بنوفل ليه؟ لان طبعا النوفل هي اطول جزء عندي في منهج التيم اوب النوفل هي اطول جزء في التيم اوب فهنبدأ بنوفل ناخد فكرة عنها ونشوف شابتر وان في ايه بالنسبة اليونتس اليونتس نقدر تخلص اليونت كامل يخلص في حصة او اتنين يعني لو قلنا شغل حصة ومراجعة الحصة التانية ده اليونت اعرف كده ده بالنسبة اليونتس يعني هيبقى حصتين معانا بالكتير يوم ما نتدلع فيه شوية هناخده فيه تلات حصص ولكن بالنسبة للنوفل هتبقى طويلة معانا شوية طبعا عرفنا هنا بالنسبة لي النوفل عندي القصة بتاعتنا عنوانها ديفيد كابرفيلد ديفيد كابرفيلد ده عنوان الكتاب اللي هي القصة وايضا اسم البطل اللي عندي اللي هو الولد اللي اسمه ديفيد كابرفيلد يبقى وعندي كمان النريتور هو الراوي هو اللي بيحكي لنا الحدوتة دية يبقى قصتنا بعنوان ديفيد كابرفيلد البطل الهيرو بتاعنا هو ديفيد كابرفيلد وكمان الناراتور الراوي اللي بيحكي اللي بيحكي الحدودة كلها ومقساته دي كلها هو الولد ديفيد كابرفيلد مين المؤلف بتاع النوفل دي كاتب انجليزي طبعا اسمه تشارلز ديكنز تشارلز ديكنز تعالى نشوف اول صفحة عندك في كتابك اللي هو كتاب النوفل كتاب المدرسة الصورة دي موجودة فيه الصورة دي اه طيب وبعدين مين الاشخاص اللي في الصورة اشخاص اللي في الصورة عندي فيه ولد صغير هو ده اللي هو ديفيد وعندي طبعا ديت الماذر بتاعته ديفيد زي ماذر وعندي شخص بنقول شخص عنده شعر اسود وضخم طبعا الولد ما حبوش من اول ما شافه كده ده اسمه مستر ميردستون مستر ميردستون طيب الكوتائشن اللي مكتوب تحت الصورة او الكابشن اللي موجود هنا may i call at your house may i call at your house معناها هل يمكنني زيارتكم في البيت ممكن اجا زوركم في البيت اجا زوركم في البيت مين اللي بيقول الكلام ده طبعا اللي بيقول الكلام ده الشخصية ده هي اللي هو مستر ميردستون بيقول الكلام ده المين لديفيد زي ماذر دعا نشوف الحدودة شابتر وان بدي اللي بوصف الجو في الليلة ديت بيقول لي there was a storm كان هناك عاصفة and it was a wild night وكانت ليلة شديدة البرودة my father was dead my father بابايا من اللي بيتكلم هنا ديفيد ديفيد طبعا قلنا ديفيد زي بوي هو اللي بيحكي الحدودة واللي my father was dead بابايا كان ميت يبا دي اول معلومة انت عارفتها عنه ان his father was dead بابا كان ميت dead and my mother was alone وماما كانت بمفردها she was having a baby كان عندها ببطنها كده baby كان عندها ننة كان عندها بيبي and she was feeling ill وكان اللي بتشعر بي التعب او المرض يبقى how was she feeling هقول she was feeling ill الست كانت تعبانة من الحملة بتاعها there was a knock as a door كان في خبط على الباب حد بيخبط على الباب عندهم that's a knock as a door bigotty that's a knock as a door bigotty decodation اه من اللي بيقوله اللي بتقوله اللي هي david's mother بتقول لي مين اللي واحدة عندهم اسمها bigotty من bigotty السيرفانت اللي موجودة معاها في البيت او اقدر اسميها كمان friend يبقى ايزا في شخصية ظهرت عندي دلوقتي اسمها bigotty بيت السيرفانت الخادمة وايضا a friend of the family هي صديقة للأسرة تمام يعني هي خادمة وصديقة في نفس الوقت ليه لان طبعا عندي david و david's mother و bigotty هما اللي بيعيشوا في البيت طيب تلقى في حد بيخبط على الباب يا bigotty شوفينا مين اهو ازيت bigotty was her servant bigotty was her servant bigotty اهوت بيعرفاني ويقول لي bigotty كانت الخادمة she was a servant هي كانت خادمة but she was a friend too وايضا كانت صديقة يعني مش مجرد ستة بتشتغل عندهم وخلاص لا يبقى لما يقول لي who was bigotty who was bigotty ونخلي بالنا السؤال بيقول لي bigotty لانها هيظهر شخصيات تانية واخد ناس الاسم اسمه mister bigotty لا انا بتكلم عن bigotty لوحدها bigotty دي كانت servant وكانت friend في نفس الوقت طيب بترد bigotty وبتقول I'll go and see هروح اشوفه هو هروح اشوف من اللي بيخبط bigotty told here طبعا ده رد bigotty على مامتو she went رحت بالفعل عند open the door وفتحت الباب miss trotwood miss اه trotwood مين trotwood يبقى عندي شخصية جديدة تانية اسمها miss trotwood الانسة trotwood مالها trotwood ديت وهي مين miss trotwood followed bigotty into my mother's room تتبعت اوجات ورا bigotty ودخلت القوضة عندي ماما she was من هي بقى trotwood she was my father's aunt ها my father's aunt هلا هو من اللي بيتكلم david يبقى اذا miss trotwood هي مين david father's aunt david the father aunt david the father aunt يعني عمت بابا david عمت بابا david تمام تمام يا سيك ايوان صح صح كده يبقى هو miss trotwood اقول she was david the father's aunt david the father's aunt عمت بابا david where is the baby طبعا الناس اللي معها المذكرات حلوين underline يلا underline خط تحت الكوتشن ده where is the baby اول سؤال بتسأله السيدة trotwood لما دخلت على david the mother اين البي فين الرضيع فين الطفلة او الطفلة فين البي she asked بتسأل طبعا my mother was afraid of where mother كانت خايفة منها ماما كانت بتخاف منها she thought يعني ماما انتوا شايفة ان الست دي اللي اسمها مستر روت وود هاد لها صوت عالي ستة صوتها عالي فبتخاف منها it hasn't come yet it hasn't come yet هو من it ده البي هو it لان لسه الله اعلم هو هيبقى جرل ولا بوي it hasn't come yet لم يأتي بعد لسه مجاش فين البي لسه موصل شي my mother said it will come soon جاي حالا هو مين البي يعني انت يا سيت امو ديفيد على وشك الولادة اه ان شاء الله i haven't seen you before i haven't seen you before انا لم اراك من قبل مستر روت وود said in her loud voice اللي بتقول الكلام ده السيدة روت وود بتقول الكلام ده لماما ديفيد بصوت عالي خد يلا الكوتشن التاني المهم بتاع امتحان كل لسانة اهو you are only a baby aren't you ده السؤال المزيل بقت يا احمد you are only a baby انت صغيرة aren't you اه ليس كذلك هي توصد الست دي توصد ان ديفيد زي ماذر was still young كانت لسه شابة لسه شابة صغيرة في السن فتقول ده انت بيبي انت نفسك انت بيبي مشكدة now your husband is dead your husband اه زوجك راجل متوفي اللي هو ابن اخوها and you are alone وانت عايش لوحدك but don't be unhappy ما تزعلش نفسك ما تزعلش the baby will be a little girl ان شاء الله البيبي هتكون بنوتة جميلة كده and i like little girls وانا بحب البنات الصغيرين i look after the baby انا اللي هرعى وهعتني بالبيبي ده لما تيجي ان شاء الله البنوتة دي thank you my mother said الام طبعا بترد وتقول لها عالكلام الجميل ده شكرا اشكرك i am sorry بس اظهريني بقى كده اسفة i must leave you now انا لازم اسيبك دلوقتي انا مش مش متحملة التعب والقلم اللي عندي i must leave you now i don't feel well انا ماناش كويسة يبقى تاني لو قلنا how was david's mother feeling that night كانت بتشعر بإيه تلك الليلة هقول she was ill or she didn't feel well لم تكن بخير مش كويسة تعبانة i must go to my room لازم ادخل قطي اريح في قطي ميسترو طود سات in a chair سبيتها طبعا ودخلت قطتها ستة قعدت هي بقت في الكرسي and waited منتظرة منتظرة مني يا احمد يا سامي دكتور منتظرة طبعا البيبي منتظرة البيبي لتر فيما بعد زا دكتور came into the room جا الدكتور and she jumped up نطت الست من الكرسي بتاحها قامت مفزوعة كده من الكرسي ما صدقت شافت الدكتور وقامت خبطها سؤال خدلي السؤال ده معك الكوتيشن مهم هاز زا بيبي كام هاز زا بيبي كام هل قتى المولود الطفل جاه طبعا بيرد الطبيب هنا ويقول يس ايوه هل المولود ده بنت وكانت الصدمة نو زا بيبي زا بوي الولد او الطفل الراضي ده عبارة عن ولد بوي يطلد هير هو من اللي هي ده الدكتور يبقى تاني كوتيشن ده لما اقول هاز زا بيبي كام هقول هنا مستروت وود اسكت زيس كوتيشن تو مين تو زا دكتور تمام يبقى تروت وود اللي بتقول الكلام ده للدكتور المراد طب الدكتور كان رده ايه نو زا بيبي از ا بوي المولود هنا بوي ولد نوت جيرل خد بقى الكوتيشن خطير خد الكوتيشن خطير اهو لو بصنا في امتحانات السنين اللي فاتت سلاثين ثلاثة اربعة خمسة ستة موجود فيه الكوتيشن ده اي دونت وونت اي بوي اي دونت وونت اي بوي اه انا لا اريد ولد انا مش عايزة ولد مستروت وود كرايت بتصيح وبتزعى انا مش عايزة ولد اي دونت لايك لتل بويز انا مش بحب الولاد شي واس فري انجري غضبانة انشي ليفت زا هاوس ات وانس وغادرت تركت البيت على طول في الحال اول ما عارفت ان المولود كان بوي يجي هنا سؤال ويقول لي واي دد مستروت وودا ليف زا هاوس انجري ليه تركت البيت غاضبة لكوز بيبي وزا بوي لان المولود كان بوي انشي ددن تلايك لتل بويز تمام شي ددن تسي ماي ماذا رجين ماشا فتش ماما مره تانيا اي وزاد بيبي تعال يا عمي ديفيد بقى اي ديفيد اللي بيتكلم اي وزاد بيبي انا كنت المولود ده انا كنت المولود ده انا كنت المولود واسمي ديفيد كبرفل زير زي وينت باست مرت السنين وي سرعان ما با عندي ست سنين يبا هاو قول دي از ديفيد ناو اي از سكس ديفيد عندو ست سنين دلوقتي ازا الطايم في ذلك الوقت اي نو كنت اعرف بس وانلي تو بيبل شخصين بس حد يعرفهم مين بيجوتي اه هز مادران بيجوتي طبعا اعرف مامتي اندي بيجوتي وكمان بيجوتي الخادمة والصديقة كنت بحبهم طبعا very much ان بيجوتي واز always good and kind يبقى هنا بيجسدنا شخصية بيجوتي ان هي كانت ست good وkind بالنسباله we were all very happy together we were all كلنا كلنا مين ديفيد هز مادر ان بيجوتي ما لهم زي ليف دي هابلي كانوا عايشين بسعادة عايشين مبسوطين لحد سن كام لحد ما كان عنده ست سنين يبقى الفيرست تشايلدهود بتاعته كانت happy طفولته طفولته الاولى لحد ست سنين كانت happy تعالا نشوف ايلا هي يحصل بعد كده my mother and I went to church every Sunday انا وماما بنروح دايما ال church الكنيسة every Sunday كل يوم احد ليه طبعا for prayers عشان الصلوات اللي بيصالوها في ال church في الكنيسة one Sunday في يوم حد من الاحادي بيبقى لو قلتلك when بيروحوا امتى ال church هتقول on Sunday بيروحوا فين every Sunday or on Sunday هتقول to the church او to church الكنيسة بيقول في يوم الايام في يوم حد من الاحادي امان stop the us راجل وقفنا when we were leaving the church واحنا طلعين من the church فين ده اهو اللقطة اللي هو بيحكيها اهي اللقطة اللي هو بيحكيها اهي واحنا طلعين من the church في راجل stop the us وقفنا وقال لنا الكلام ده وقال الكلام تاني تعالوا نشوفه when we were leaving the church واحنا مغادرين الكنيسة he had black hair يبقى لو قلتلك describe that man وصفل الراجل ده تقول لي he had black hair and I was afraid of him طبعا اللفظ ده بيوضح للعلاقة بدايتها ما بين مستر مردستون وديفيد ان ديفيد was afraid of him كان بيخاف من الراجل ده good morning mrs. kabarfield he said الراجل اللي وقفنا ده بيقول good morning صباح الخير يا سيدة kabarfield يا زوجة kabarfield وهنا حلوين عشان تفهم النوفل بدايتنا لازم تفرق ما بين الالقاب اللي عندك ده اللي هي lmr لو mr best semester mrs اللي هي mrs mrs تتقال على اسم الزوج وعندي mrs طبعا اللي هي anisa تمام يبقى هلاقي عندي كان بيقول لي هنا من شوية mrs kabarfield معناها زوجة kabarfield مردستون يعني اخت مردستون نكمل good morning mr mrdstone صباح الخير يا سيد مردستون she answered رد عليه وعلى i hope that you are will اتمنى انكم تكونوا بخير هي طول دير he was smiling at me كان بيبتسم لي كده but i didn't like him ما حبيتوش كارهو لله في لله كده كارهو من الاول ما شفته i didn't smile ما بتسمتلوش طبعا انا مش طيق واساسا very well thank you mr mrdstone ده الرد طبعا mommy david على mrdstone بتقول له والله احنا بخير الحمد لله very well thank you he put his hand on my head بيحاول يقرب ويحط يدي على راسي كده طبعا david اللي بيتكلم is this david هو ده david you little boy ده david صغيرك ابنك he asked بيسأل i moved quickly away ما انتظرتش اني حطت يدي على راسي صرت ومشيت he took his hand شال ايده طبعا لما انا تركته او سببت له الحرك ده and he looked angry for a moment وبدأ عليه الغضب للحظة then he smiled at her again smiled at her ابتسم لها لمين david the mother david the mother وقال لها الكوتيشن اللي قلنا عليه من اول صفحة may i call at your house may i call at your house ممكن ازوركم في البيت ممكن اعملكم زيارة please do please do من فضلك تعال زورنا تنورنا تشرفنا please do she said he said goodbye and he went away وداعنا ومشي then i was angry انا كنت غاضب i didn't want to see him again ما كنتش عايز اشوف الراجل ده مرة تانية but he came often he came often اه كان في الغالب بيظن to the house يعني كان بيتردد على البيت اكتر من مرة بيجوتي تو وبيجوتي هي كمان ايضا saw him often كان بتشوفه غالبا او في معظم الاوقات معنا كده برضو انه بييجي البيت ويظن ما هي بيجوتي معنا في البيت my mother liked him but بيجوتي did not mama بتحبه ولكن انا مش طيقه وكذلك بيجوتي كمان didn't like him ما حبتوش once في مرة من المرات he took me to lostoft اخدني لمدينة اسمها مدينة lostoft i didn't like mister ميردستون انا ما كنتش بحب الراجل نفسه but i wanted to go to lostoft ولكن انا كنت حابب ازور المدينة دية ليه يا عم ديفيد it is amai stowin هي مدينة جميلة near the sea قريبة من البحر يعني انت شكلك كده بتحب السيا ديفيد اه انا بحب البحر وكان نفسي اروح المدينة دية فهو اخدني معاه رحلة زيارة we met some friends of mister ميردستون زير قابلنا بعض اصدقاء mister ميردستون هناك خلي بالك من كوتشان اللي جاي عشان كوتشان قليل الادب شوي your friend mrs كابارفيلد is very pretty isn't she ويهي ده واحد من اصدقاء mister ميردستون بيقوله صديقتك اللي هي زوجة كابارفيلد جميلة is very pretty اليس كذلك one man said يعني a friend of mister ميردستون said احد اصدقاء ميردستون بيقوله صاحبتك يا عم اللي هي اسمها كابارفيلد دي جميلة بلاش نقول الفاظ تانية ست جميلة مش كده فطبعا رد عليه ميردستون وقال له be quiet ايه ده this boy understand the things الولد ده بيفهم الحاجات and he will tell his mother وهيروح يقول لمامته said mister ميردستون they all loved طبعا الشي اللي كلها اللي هم الاصدقاء كلهم فضلوا يضحكوا رجع الاخ ديفيد لمامته i told my mother انا بلغت ماما انا قلت لها ان ذات من ذلك الرجل احد اصدقاء طبعا ميردستون سيد كان بيقول الراجل كان بيقول ان ميسس كابارفيلد is pretty كان في حد من اصحابه بيقول ان السيدة كابارفيلد ديات ستة جميلة فمامته طبعا سمعت الكلام تقول له don't say that ما تقولش كده يا ديفيد عيبي يا حبيبي don't say that it isn't true اكيد الكلام ده مصح her face was red والشها طبعا احمر من الخجل but she loved ولكن كان عجبها الكلام عجبها الكلام she loved دحكت طبعا i didn't understand ديفيد بيقول انا ما كنتش فاهم i was only six years old انا كان عمري ست سنين and i didn't understand many things وما فهمش حاجات كتيرة في الدنيا some month went past مرد بعض الشهور one day my mother said وفي يوم الايام ماما جاية تقول لي ديفيد do you like the sea حبيب قلبي ماما انت بتحب البحر oh yes ايوة طبعا يا ماما احب البحر you can have a holiday by the sea خد خط يلا you can have a holiday by the sea يمكنك قضايا الاجازة بجانب الشاطئ هناك حبيبي تقدر تروح تقضي اجازتك هناك where shall we خد لي ده وكتب لي جنبه مهم جدا where shall we go where shall we go اين سنذهب هنروحوا هن هن هنروحوا فين ده مين اللي بيسأل الكلام ده ديفيد بيسأل مين مامته هنروح فين يا ماما هنقضي الاجازة فين يا ماما خد يا حبيب ماما خد نوت وي نوت وي مش وي يا ديفيد مش احنا يا حبيب لسنا نحن مش احنا مش انا وانت نوت وي ديفيد she said I want to be with you I want I will not be with you انا مش هكون معاك يعني هتروح لوحدك او انت وبيجوتي انا لا اماناش جاية معاكم حبيب I want to be with you you will go with بيجوتي انت هتروح انت وبيجوتي and you will go to يارماوس مين يارماوس دي مدينة ايضا بجانب البحر مين بيعيش في يارماوس اخو بيجوتي اللي هو اسمه مستر بيجوتي وطالما رجل بيعيش جنب البحر والحياة عندهم بحرية يبقى هو شغال فيشرمان يبقى ايذن عندي بيجوتي السيرفانت وعندي مستر اسمه مستر بيجوتي ده هقول بيجوتي 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 اخو بيجوتي كتوظيفته فيشرمان you will go to يارماوس هتروحو مدينة يارماوس يارماوس مستر بيجوتي مستر بيجوتي لو اخو بيجوتي وده طبعا هنا البوتسة هي القوارب والسي البحر يعني عايز يقولي ان مستر بيجوتي وزا فيشر مان مستر مش بيجوتي حاف مش بيجوتي حاف مستر بيجوتي وزا فيشر مان السيد بيجوتي كان صياط كفاية كده ولا نكمل يا حلوين يا أولاد كفاية كفاية الجزء ده النهاردة هروح بعد كده لتلخيص شفتر وان مديني فيه سؤال بإجابة طبعا ده يتذاكر ويتحفظ يتذاكر ويتحفظ هاخد من وان هاخد من وان لإيت من وان لإيت من وان لإيت بس من وان لإيت في الأسئلة جزء التاني من الأسئلة عبارة عن كوتيشنز اللي هو كومنت نعمين أنا معايش النوبل ده مين سومي ليه مش معاك ليه طيب معاي لسه بدكتوش طيب هنجيب المذكرة وننشتغل ده في المذكرة هيا مذكرة اه ولا كتاب حبيبت المذكرة أنا عاملك فيها الكتاب كله ما تقلقيش تمام ها يبقى عندي قلنا من وان لإيت من وان لإيت في الأسئلة أما بالنسبة لي الكوتيشنز الكوتيشنز هنقدر ناخد وان تو سري وان تو سري دولة اللي عدوا علينا في الأجزاء اللي محلولة تمام هروح بعد كده مديني طبعا سؤال وإجابة عندك بعد كده كومنت بالإجابات بتاعته عندك بعد كده في أسئلة لك أنت بقى اللي هي بتبقى الهومورك بتاعك على النوفل مديني طبعا مجموعة أسئلة ومجموعة كوتيشنز هاخد هنا كوتيشن نمبر وان وكوتيشن نمبر تو وكمان سري وفور حلو قوي وان تو سري فور أهمت الأربعة دول بس حسب اللي إحنا عرينا وان تو سري فور من اللي إحنا عرينا هاخد في الكوتيشنز نمبر وان نمبر وان ونمبر سري علم على الأرقام اللي أنا بقولها لك وان وثري وفور وفايف يعني كل الكوتيشنز الخامسة مهمين معنا في الهومورك معا ده الجملة التانية أو الكوتيشن التاني ده لسه هنقراء الكوتيشن التاني ده لسه هنقراء إنما الأربعة الباقيين معنا تمام ها وهو بإحنا ده بإحنا ومسلا يحيان ده بإحنا ده بإحنا بإحنا ها شكرا